بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الدارسين أبدأ معكم في شرح مقرر مبادئ المحاسبة 1 ورمزه حسب 101 هذا المقرر يتضمن المبادئ والمفاهيم الأساسية لعلم المحاسبة هذه المبادئ والمفاهيم الأساسية لعلم المحاسبة يتم الاعتماد عليها في دراسة باقي مقررات علم المحاسبة في هذا المقرر سوف يكون التركيز في المقام الأول على فرع من فروع المحاسبة يسمى بالمحاسبة المالية هذا الفرع سوف نتناول فيه الخطوات التي يقوم بها علم المحاسبة لكي يحقق الهدف منه هذه الخطوات نستطيع أن نقول أنها خطوات عامة سوف نتولها نتناولها تفصيلا ولكن هذه الخطوات يمكن أن تتغير في شكلها أو في محتواها أو في كيفية تنفيذها مع تناولنا لفروع أخرى من علم المحاسبة نبدأ معا في الوحدة التعليمية الأولى من هذا المقرر وهي بعنوان المحاسبة المفاهيم والمبادئ Accounting Concepts and Principles هذه الوحدة التعليمية تتضمن كما هو العنوان الخاص بها المفاهيم التي تظهر لدينا لأول مرة ونريد أن نعرف معناها ثم نريد في النهاية أن نتناول المبادئ المحاسبية أو المبادئ التي تحكم علم المحاسبة باعتبار علم مشابه لجميع العلوم لا بد له من مجموعة من المبادئ في هذه الوحدة التعليمية لدينا مجموعة من العناصر لدينا الكلام عن ما هي المحاسبة وما هي أهدافها وكذلك ما هي الوظائف التي تقوم بها ثم لدينا عنوان آخر اسمه مستخدمي المعلومات المحاسبية لدينا الآن كلمة المعلومات ثم طبعا نريد أن نعرف يعني معلومات ثم لدينا فروع لعلم المحاسبة لأن المحاسبة سوف يتضح لنا أنها ليست فرع واحد ولكن منها فروع متعددة وإن كان الهدف بصفة عامة قد يكون هدف متشابه هو توفير ما يسمى بالمعلومات ثم نريد بعد ذلك أن نتناول ما يسمى بالمصطلحات لدينا في علم المحاسبة بعض المصطلحات التي لها دلالات معينة يجب أن نكون على دراية بها ثم بعد ذلك لدينا أحد المصطلحات الهامة في علم المحاسبة هو ما يسمى بالقوائم المالية ما هي هذه القوائم؟ ثم المعلومات التي ذكرناها منذ قليل في العنوان ثانيا نريد الآن أن نتناول أو فيما بعد سوف نتناول الخصائص الخاصة بهذه المعلومات وفي نهاية الفصل كما هو عنوانه سنتناول المبادئ المحاسبية المتعارف عليها العنصر الأول عندنا في هذا الفصل عنوانه أولا مفهوم المحاسبة وأهدافها ووظائفها نريد في هذه الجزئية أن نعرف معنى المحاسبة وما هي الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها وكذلك الوظائف التي تقوم بها رقم واحد لدينا في هذه الجزئية هو تعريف المحاسبة التعريف اللي عندنا هو تعريف مختصر يركز على بعض الجوانب التي تساعد في بيان علم المحاسبة فبنجد أن التعريف ينص على أن المحاسبة هي نظام لإنتاج المعلومات الكمية المتعلقة بوحدة اقتصادية معينة وتوصيل تلك المعلومات إلى الأطراف ذات العلاقة لمساعدتها على اتخاذ القرارات هنجد أن هذا التعريف أو هذا المفهوم يتضمن بعض الكلمات لدينا كلمة نظام ولدينا كلمة المعلومات وهذه المعلومات لها خاصية أنها معلومات كمية هذه المعلومات تخص وحدة اقتصادية معينة وكذلك هذه المعلومات نريد أن نقوم بتوصيلها إلى أطراف مرتبطة بالوحدة الاقتصادية هذه الأطراف تستخدم هذه المعلومات في المساعدة على اتخاذ القرارات إذن لدينا في هذا التعريف مجموعة من العناصر الرئيسة مثل الوحدة الاقتصادية والنظام المعلومات المحاسبي ونظام اتخاذ القرار وكذلك الأطراف ذات العلاقة نبدأ بالجزء الأول من هذه العناصر وهو ما يسمى بالوحدة الاقتصادية بيزينس انتتي إحنا هنطبق المحاسبة دي أو هذا النظام موجود داخل وحدة اقتصادية فما هي الوحدة الاقتصادية؟ إحنا بنقول عليها هي كيان قانوني يمتلك مجموعة من الموارد الاقتصادية ويمارس نشاطا اقتصا اقتصا بغرض تحقيق هدف معين مثل تحقيق الربح هذا الكيان القانوني ليه مجموعة من الاشكال نستخدمها في الحياة اليومية وإن كنا لا نعرف الفرق الدقيق بين هذه المصطلحات مثل مصطلح المنشأة ومصطلح المشروع والمنظمة والشركة والمصنع والوكالة والمؤسسة وغيرها من المسميات إن كلهم ينطبق عليهم فكرة أنهم كلهم لديهم كيان وهذا الكيان له شكل قانوني معين لديهم مجموعة من الموارد مثل الأموال والأصول أو العقارات أو البضاعة أو ما شابه ذلك من الموارد يقوم هذا الكيان بممارسة نشاط معين ولديه هدف يريد أن يحققه في النهاية مثل أن يكون هدف هذا الكيان هو تحقيق الربح يمكن تقسيم الوحدات الاقتصادية طبقا لمجموعة من الأسس منها ما يلي إذا بدأنا بالأساس الأول هو الشكل القانوني للوحدة الاقتصادية فنجد أن الوحدة الاقتصادية قد يمتلكها شخص واحد فقط وهذه نطلق عليها منشأة فردية نظرا لأن من يمتلكها أو من يمثلها قانونا هو شخص واحد فقط الشخص عادة هو الذي يقوم بإدارة هذه المنشأة وهو الذي يتخذ كافة القرارات وقد يكون هو المسؤول عن النظام الموجود داخل هذه الوحدة كنظام محاسبي أو كنظام لإنتاج المعلومات ولكن إذا كان ملاك هذه الوحدة شخصين وأكثر فهي تتحول من منشأة فردية إلى ما يسمى بالشركة إذن الشركة هي ناتجة عن شراكة أو مشاركة بين شخصين أو أكثر الكيان القانوني لهذه الشركة لابد أن يكون هناك شخص يمثل هذه الشركة أمام الغير بكلها إدارة هذه الإدارة قد تكون من الأشخاص الذين يمتلكونها أو أشخاص آخرين المهم أننا لدينا الآن ما يسمى بالمنشأة الفردية وهي التي يمتلكها شخص واحد إذا تعدد ملاك الوحدة الاقتصادية تصبح شركة لدينا بعد ذلك أساس آخر وهو ما هو الهدف من إنشاء الوحدة الاقتصادية لدينا الوحدات الخاصة عادة أو التي يمتلكها الأفراد عادة في الأساس تهدف إلى تحقيق الأرباح فتسمى بوحدات هدفة إلى الربح أو الوحدات الهدفة إلى الربح وهي التي تزاول نشطها بغرض تحقيق الأرباح لدينا نوع آخر من الوحدات تكون غير هدفة إلى تحقيق الأرباح إنما هي تزاول نشطها بغرض تحقيق أهداف أخرى تكون هذه الأهداف اجتماعية أو ثقافية أو ترفيهية أو رياضية أو تعليمية أو دينية المهم أنه ليس لها هدف تحقيق الأرباح الأساس الثالث هو طبيعة نشاط الوحدة الاقتصادية هي الأنشطة التي تقوم بها الوحدة الاقتصادية نجد أن الوحدة قد تقوم بعملية الشراء ثم بعد ذلك عملية البيع فهي تقوم بشراء وبيع سلع دون أن تجري عليها أي تغيرات نقول أن هذه الوحدة تقوم بعمليات تجارية وتسمى وحدة تجارية إنما أنه إذا قامت هذه الوحدة بشراء ما يسمى بالمواد الخام ثم تقوم بتحويل هذه المواد الخام إلى سلع قابلة للتداول أو الاستعمال ثم تقوم بعد ذلك ببيع هذه السلع فهذه الوحدة بتسمى بوحدة صناعية هناك نوع ثالث من الوحدات لا تقوم ببيع السلع وإنما تقوم بتقديم خدمات معينة للغير نظير مقابل نقضي عن هذه الخدمات مثل الأطباء والمحامين والمحاسبين فإذا كوانوا وحدة فهذه الوحدة تسمى وحدة خدمية تركزنا في هذا المقرر سوف يكون عن منشأة فردية لن نتناول الشركات في هذا المقرر سوف يكون تركزنا على المنشأة الفردية ثم بعد ذلك هذه المنشأة قد تكون منشأة تجارية أو خدمية مع التركيز الأساس والرئيس هيكون على الوحدات التجارية لكن هناك بعض الإشارات إلى الوحدات الخدمية فهذه الوحدات هي وحدات هادفة إلى تحقيق الأرباح بنامى أن ما عدا ذلك سوف يتم التناوله في مقررات أخرى إن شاء الله موسيقى